بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحبابي الكرام أيها الإخوان الأعزاء طابت أوقاتكم جئتكم اليوم باسم الله تعالى اللطيف وكما تعلمون أو كما لا تعلمون بأن هذا الاسم له مدلولات وله روحانيات وله طرق كثيرة كثيرة ودرسنا اليوم هو ولو درسا صغيرا لكن فيه منافع كثيرة اللطيف عدده الصغير 129 إذا ضربنا ضربنا العدد في نفسه يخرج لنا عدد متوسط وهو 129 مضربة في نفسها وضعتنا 16641 وزجره على المراتب هو أن تتزر بهذا الزجر سبحانك يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير سبحانك يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير ويكون على رؤوس المراتب على رؤوس المراتب على رؤوس المراتب هذا العقد على رأس المرأ وتقرأ الزجر 40 وتقرأ الزجر وهنا على عدد المئات ولو طرق أما عدده الأكبر هو أن تضرب المتوسط في سبعة هذا المتوسط لخرج لنا ستة عشر ألف وستمائة وإحدى وأربعين نضربها في سبعة عطتنا ميو ستة عشر ألف واربعمائة وسبعة وتمانين وتسجر على المراتب كذلك على رأس السبعة وعلى رأس الثمانين وعلى رأس المئات والآلاف وهو التالي لما إني تبرأت من حولي وقوتي وأيقنت بحولك وقوتك فأرني عجائب صنع لطفك وغرائب حكمتك واتني بفرج من عندك كما فرجت على سيدنا يوسف الصديق بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الزجر في العدد الأكبر لهم إني تبرأت من حولي وقوتي وأيقنت بحولك وقوتك فأرني عجائب صنع لطفك وغرائب حكمتك واتني بفرج من عندك كما فرجت على سيدنا يوسف الصديق بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا يقرأ ويزجر به على رأس هذا العدد والله إنه لجد جدنا في هذا الإسم اللطيف إلا لمن لا يعرفه وكيفية العمل بهذا كله أن تضرب عدد الإسم اللطيف في نفسه كما قلنا ثم في سبعة وتقسيم الجميع على إثنى عشر وادخل به في المتلت الخالي القلب كما سترون مئة وتسعة وعشرون مضروفة في مئة وتسعة وعشرين هيا كما رأيتم من قبل ثم المتوسط مضروف في سبعة ثم المجموع مقصوم أو مطروح على إثنى عشر أعطتنا تسعة وسمعمية u7 تسعة وسمعمية u7 والقصر تلاتة وهذا هو الجدول هذا هو الجدول كما ترون هذا المفتاح تسعة وسمعمية u7 مضروفة في إثنان مضروفة في إثنان هل بيت تاني هذا هو طبيعي هل بيت الأول تاني تالت الرابع الخامس سادس سابع ثامن ثلاثة زائد واحد اعطينا اربعة عملية المقص ثلاثة زائد اثنان خمسة واحد زائد ستة اعطينا السبعة لكن لا تنسوا هذه العلامة هذه العلامة الموجودة هي لبيوت الكسر هذه اللي بالأحمر هي لبيوت الكسر اتبعوا جيدا تبتوا الكاميرا والقلو وهذا تسعة الاف وسبعمائة وسبعة مضربة في اثنان تكتعطينا تسعة عشر الف وربعمية وربعمية زائد ثلاثة مضربة في ثلاثة ها هو الخارج ديالها مضربة في اربعة مضربة في خمسة زائد الكسر مضربة في ستة عادي بدون كسر مضربة في السبعة كذلك بدون كسر وفي الثمانية بالكسر اذا ثلاثة بيوت كلها للكسر اما القلب الوسط يكون له دائرتين لكي لا يحسن تكتب فيه اسم جلالة وجبريل حشو الضل شتمين الطالب او تجمع اعداد ديالها عدد كل هذا المسائل واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة هات ست المسائل التي هي في القلب هات ست الأشياء التي هي في القلب تجمع وتوضع عددا منصقا وتدير بالوفق ولما دخلوا على يوسف إلى آميني تديرها بهذا المربع ثم تعلقه في سيبيا او تضعه أمامك في خيط حرير يوم الجمعة وغيره وتقرأ عليه ولكن تنبيه انتبهوا جيدا ايها الاحباب اعلموا جيدا ان من عبد الله تعالى بجهل كان ما يفسده اكتر مما يصلحه من عبد الله تعالى بجهل كان ما يفسده اكتر مما يصلحه ونصيحتي هو كلما خلت المعدة من الطعام حصل للبدن النشاط والخفة واعين الطالب على الصهر وملازم الطاعة لله عز وجل ان النفس ان النفس كلما شبعت تذكرت الراحة والنوم واطمأنت اليه وكره التكلف والتعب لذلك قال سقراط الحكيم لبعض تنامدته يا هذا انظر الى الات الطرب كيف خلت اجوافها فحسنت اصواتها ماذا قال سقراط لتلميديه قال يا هذا انظر الى الات الطرب الدف والبندير وغيرها خلت من اجوافها اجواف اجواف خالية محمد وعلى اله وصحابته عدد في بقاع الارض في مشارقها ومغاربها اينما حلوا وارتحلوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته